سؤال المليون دولار زي ما بيتقال احنا فرصنا قد ايه او حجمها قد ايه او وعدة الى اي مدى فان احنا نجتزب النوع ده من السياح ونكبر النوع ده من السياح حابي اقولها كبيرة جدا لان تاني هي بتركز على مورد طبعية ومورد ثقافية احنا موردنا طبعيا مش كتيرة بس كتيرة ومختلفة نتكلم على جبال صحاري بحار النيل حتى الوديان يعني منيجي نتكلم على الوديان مثلا الفكرة بتاعت الهايكينج او المشي في مسافة طويلة او حقيقي عارف ده قد ايه ده نشاط سباشي في غرب اوروبا يعني طبعا سانت كاترين فيها رحلات ممكن تبدأ من 3 ايام ل 14 يوم نحن ديك بس المثال بتاعتك طول ما انت ماشي بقى في الوديان دي بتقابل سكان المحليين بتشوف زي ما بسميوها الكروم او الجنايم بتاعتهم وكل ما تمشي كده تلاقي كم قوضة بيستغلوا السياح ليه بقى قولك ليه بقى قولك احنا شايفين potential او الفرصة وعيدة لان هي already بتتنفس بتتنفس بشكل غير منظم ما بستهدفش ما عنديش انباوند اوبريتورز متخصصين والشركات المصرية بتقفل معاهم ديلز يعني الموضوع لسه مش لسه مش كوميرشل الموضوع لسه سائحين بيجوا بنفسهم يعني بيسمع او بيشوف في التليفزيون او بيشوف على الانترنت فبيحجزوا بيجي يعيش التجربة دي الوحده مبالك بقى لو ده تم تنظيمه على مستوى صناعة السياحة المصرية potential وده اللي بتعملوه يعني بالتنسيق مع وزارة البيئة ومع وزارة السياحة وانتو تحديدا كحاملة eco Egypt فبتعمل التشبيك ده بالزبط بالزبط وبنطلع بنشارك حتى في مؤتمرات خارجية متخصصة في هذا المجال وبنشوف بنشوف الناس لا احنا مستنينكم لا احنا بقالنا كتير عايزين نشوف رحلات زي كده بتحصل في مصر وفي بلاد اخرى جربت هذا النوع من السياحة وانت هجته نجحت فيه صح صح حتى يعني بلاد عربية مش هكذا اه طبعا ده حقيقي ده حقيقي انا مش عارف اقولك ايه برافو فكرة عظيمة جدا بالنسبة لين الحاجات الرائعة الواحد كمان لما بيكبر رفسين وحابتين فبيبدأ يفكر في النوع ده من السياحة اكتر ما بيفكر في الانواع التقليدية او الكلاسيكية بتاعت السياحة لو هتنزل فقط يبقى مريح جدا ولطيف جدا وكل حاجة كده متستفة ومترتبة لا النوع ده من السياحة امتع واجمل وازرف يمكن يبقى شكله متعب بس انا بشوفه شكله اريح يعني عملين النتيجة اريح كتير جدا ده كفاء الصفاء الزهني هاي والله يبكلم بجد رحلتك اللي جاية معي خلاص انا موجود انا موجود دي هتبقى فرصة بقى احنا نتقابل كتير مش تبقى ايه كل كام سنة وحاجات زي كده